بالنسبة لكسل 2013 استعمال كلمة كلاسور أو لمصنف أو كلمة ميلوف عندهم نفس المعنى وهنا الآن فتحنا كلاسور باسم كلاسور 1 هناك تلاحظوا اسم المستنى دينا عموما كل كلاسور عدنا في لكسل كيتألف منصفها على الأقل وهنا في الأسفل كيظهروا عدنا عدد صفحات اللي يمكن تكون وحدة أو أكتر يمكننا إضافات أو حد في هذه الصفحات ويمكننا أيضا نقوم بتسميتها أو تغيير موقعها وغيره على سبيل المثال نضغط هنا على صفحات اللي بعنوان أمبلوية هناك يظهر عددنا عدد الأعمدة وعدد الخانات اللي عندنا على الإسر إذن عموما المصنف أو لكلاسور كيتشكل من أعمدة وصفوف الصفوف هدنا أفقيا والأعمدة عمودية إلا قمنا بالضغط على خانة معينة فكنقوم باختيارها هذه هي الخانة الأولى في العمود F واللي كتسمى بالخانة F1 وعادة من اللي كان يكونوا في Excel كان يحتاجوا تحديد مرجعية خانة معه بالموقع ديالها مثلا هنا هي F3 هنا الفوق كان لحظه مؤشر على العنوان الحالي للخانة بعض المرات لابغينا نختاروا عدد من الخانات فخصنا نتابعوا الضغطة للزر اللي يصرف لصغي ونختاروا في نفس الوقت الخانات اللي بغينا نشيروا لها مع الاستمرار في اختيار الخانات دائما الخانة اللي اختارنا أولا هي اللي كتكون مفاعلة وهي اللي كي يظهر العنوان ديالها هنا يا لا فتحنا ميلف آخر من نوع آخر إذن عدنا نفس عدد الأعمدة في جميع هات الصفحات إلا انتقلت ما بين هاد الخانات ملي كانوا وصلوا لحرف Z كان لاحظوا أنه كي يظهر عدنا الترقيم بشكل جديد A A A B A C إلى آخره وكتستمر هاد الطريقة الترقيم بحيث كتجاوز 16 مليون عمود بالضغط على control وعلى السهم اللي بتيجاه ليمن في لوحة المفاتيح كانت تقلوا الآخر عمود عندنا اللي تحت اسم XFD نرجعوا الآن بالضغط على control home بمعنى نرجعوا لخانة الأولى A A في نفس سياق عدنا واحد الاستثنائية كل منطقنا بتيجاه الأسفل كان لاحظوا ترقيم الخانات لاستمر في انتقال بهذا الشكل فغي ياخد مننا وقت كتير إذن غنضغط على زر control والسهم اللي بتيجاه الأسفل اللي في لوحة المفاتيح وكان لاحظوا الآن أننا وصلنا عدد كبير جدا من الخانات نضغطوا من جديد على control home ونرجعوا للخانة الأولى إذن كل صفحاتنا في XL اللي كانت توفر على نفس عدد الأعمدة والصفوف غنشوفوا من بعد باللي يمكننا نضبطوا طريقة عرض الأعمدة وارتفاع الصفوف حسب الضرورة ويمكننا أيضا إضافة العدد اللي احتاجينا من الأوراق إذن مع التعود عن العمل في XL غتلاحظوا اللي غنحتاجوا إضافة أوراق عمل متعددة في نفس المصنف اللي خدا منه له